اشتركوا في القناة وفيها طبعا تفاصيل كتيرة لكن بنعمة ربنا نحب نقف عند آية ذكرها كتاب مقدس في رسالة بروس رسول الله قفل صحاح 5 أنا ما بيقول انظروا انظروا كيف تسلكون بالتطقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت مفتدين الوقت الأسرة المسيحية النجحة تفتدي الوقت بمعنى أن كل وقت يمر بيها تدبروا تدبير صالح لمصلحة الأسرة تنتبه إلى توزيع الوقت في حياتنا بندي الوقت بتاعنا لإيه هل الوقت بنوزعه توزيع عادل بين احتياجات الإنسان عنده احتياجات جسدية واحتياجات نفسية واحتياجات عملية وأولادنا عندهم احتياج لوقت للدراسة ووقت للترفيه ووقت للحوار بين الأسرة وبعضها ووقت لزيارة الأقارب ووقت لحياتنا الروحية والاقتراب من كلمة ربنا وكتاب المقدس والعبادة في البيت كل هذه الأمور أو لو في حد من ولاد الأسرة بيخدم في الكنيسة نحتاج أن نتعلم ونفكر كيف ندبر الوقت الزوجة ممكن بيكون بتعمل خارج البيت وتقدر تدبر وقتها الباقي لتزديد احتياجات الأسرة كلها شيء مش سهل هكذا الزوج اللي بينشغل ودلوقتي احنا في عالم الزوج بينشغل وقته طويل جدا لكي يدبر لأسرته لقمة العيش والحياة الكريمة هل بيقدر الزوج أنه يدبر وقته حتى لو اشتغل عشر اتناشر ساعة بقية الساعات دي يقدر يدي وقت الراحة لجسده ووقت الأسرته ووقت الحياته الخاصة كده وفكره الخاص او لو كان عنده اصدقاء او لو كان عنده خدمة ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه مبدأ مهم اننا مع كل الانشغلات المتعددة في حياتنا ان يكون لنا وقت من اجل خلاص نفسنا من اجل ان لا نخسر انفسنا ونفتدي الوقت لا كجهلاء بل كحكماء هل بنقضي وقت كبير قدام التلفزيون والميديا وكل وسائل التواصل الاجتماعي اللي بتشغل كثيرين جدا جدا ونتمنى في مرات كده نتكلم عنها بصفة خاصة لكن بنعمة رب النهاردة نحب ناخد فكرة وندبر نفسنا على هل احنا بندبر وقتنا بطريقة صليمة المجاملات في حياتنا احيانا بتاخد وقت زيادة عن اللزوم المظاهر احيانا بتاخد وقت زيادة عن اللزوم فالاسرة المسيحية تهتم بتوزيع بركة الوقت اللي 24 ساعة اللي ربنا بدانهم على كل احتياجاتنا هل في وقت للصلاة هل في وقت للأسرة مع بعض هل في وقت للانجيل هل في وقت للقراءة هل في وقت للحوار والصداقة بين الزوجين والأب والأم وأولادهم حوار كده في موادة ومحبة وفي كمان مرح وابتسامة هل هذا بيكون موجود امور كتيرة جدا جدا ساعات بتخلي الأسرة كل واحد يقول انا مش لاقي وقت مش لاقي وقت النفسي حتى مش لاقي وقت حد يسمعني لكن الأسرة الحقيقية المسيحية التي تبحث عن التدبير الصالح لابد ان الزوج أو الأب يدبر وقته بطريقة صالحة بحيث انه ينتهي الى انه يسدد كل احتياجاته ممكن في بعض الأمور في بعض الأوقات يدي وقت أكتر العنصر معين فنفرض مثلا مذاكرة الأولاد ممكن ندي وقت أكتر للحكاية دي في فترة وبعدين نرجع نعوض في فترة تانية باهتمام بأمور أخرى الحكمة في توزيع الوقت وتوزيع الاهتمام هل الزوجين ليهم وقت يبعوضوا مع بعض للأسف في كثير من المشاكل بتأتي من ان الزوج بيرجع متأخر الزوجة مش موجودة راحت تستريح وتنام ويحصل نوع من الجفاف في العلاقة الشخصية بين الزوج والزوجة بسبب عدم الحكمة في تدبير الوقت العلاقة بين الأب والأم والأولاد بتحتاج وقت هل بنهتم بهذا أن الأب كمان يكون ليه وقت مع أولاده يتطمن عليهم ويوهرفهم يعني تفكيره معهم ويقدم لهم محبته بالصورة اللي هي بالتأكيد مختلف عن محبة الأم مهم جدا أن الأولاد يشبعوا من وقت الأب زي ما بيشبعوا من وقت الأم اهتماماتنا الخارجية أحيانا بتاخد وقت أكتر من اللازم علاقتنا بوسائل التواصل والتليفون أحيانا بتاخد وقت أكتر من اللازم يطغي على توزيع وقتنا من أجل أمور أخرى كثيرة مهمة جدا في حياتنا نحن نحتاج يا حبائي أننا نراجع نفسنا ونفهم أن من صفات الأسرة المسيحية النجحة هو أن تدبر وقتها للصالح ولكل الأمور ولا تتجاهل عناصر مهمة في حياتها من أجل أمور أخرى أقل أهمية ربنا يعطينا الحكمة للتدبير وقتنا بصورة متكاملة ولإلهنا المجد دائما أبدا أمين اشتركوا في القناة